اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنا لو عايز أشتغل مدرسة الشروط مختلفة تخضع الاختبارات أه طبعا ده بتختار الاختبارات الأول لازم يكون عند حاجة في السيفي بتاعك حاجات معينة عشان تقدميها لما أقوى على رسم الوزارة تم القبول ده الوقت كل سادة المعلمين وأنا بكلم حاليك اللي تم قبولهم بيتدربوا دلوقتي بدأوا من أول مبرحة من أول مبرحة لأ ده النهاردة المعلمين هشتغلوا عن منظومة جديدة العادية بدأوا النهاردة لأنهم يكونون منضرب السادة المدربين اللي هيدربوهم الأول النهاردة بدأوا العاديين فعلا ده النهاردة يبقى شغالين للوقت السادة المعلمين عشان يتعلموا بس إزاي يشتغلوا عن نظامة توكاتسو مطبعا المؤهلين تعلمينه وكل حاجة ولكن نظامة توكاتسو يشتغلوا عليه إزاي أهو شغالين في دورات تدربية إن شاء الله مرتباتهم هتبقى مختلفة بحيث إنك تشجع المدرس هتديد شوية نسبة حوافز أو حاجات حتى اليوم الدراسي كمان هيبقى مختلف اليوم الدراسي هيمتد شوية عن اليوم العادي لأنه عندنا أنشطة بتمارس وعندنا حاجات كتير من كامل كام تقريبا أعطاكي مش هيبقى قابل الساعة خمسة اليوم اليوم الدراسي اليوم التعليمي من فالمدرس قاعد من كامل معي أطوان لسه طبعا بيدرس ده كله هيبقى من ثلاثة الخمسة حسب المحافظة حسب الكسافة يعني ده كله لسه بيدرس دلوقتي اللي طبعا عنده تدريب مختلف تماما عشان يقدر اشتغل عطوكاتسو طبعا ليه رفعت المصاريف؟ رفعت المصاريفات نتيجة الخدمة التي تقدم في المدارس كانت 4,000 و 13 مهي ما تقلش 4,000 هي قالت احنا مقترح ممكن يكون 4,000 وبعد ما نخش في حيث تنفيذها هنشوف هنوصل ليه ما تخلنا في حيث تنفيذ يمكن لإن تكلفة الطالب هتتعدى ل 10,000 في جديد توصل لـ 14 و 15,000 جنيه تكلفة الطالب عشان نستمر زي ما حاك قلت وعادي زي ما عندنا اعدادي والساني والمدارس زي ما زي مشروع بدأنا قبل كده ولتصراحة قفل اللي ما عندناش مصرفات نصرف عليه مش دي منحة لا أيوا كويس نحاك قلت بقى ده قرد مقدم من دولة اليابان وعادي أقول حاك الـ 45 مدرسة اللي تبانوا لحد دلوقتي الدولة اللي بانته احنا قرد اليابان لسه ما جاش مجلس النواب وتام الموافقة عليه أصلا فكل الصرف ده تصرفه الدولة مليارات تصرفت في بناء الـ 45 مدرسة عشان نخشه الخدمة ان شاء الله ولسه ده قرد وليست منحة قفل كتير جدا ده قرد طبعا قرد جاش مال كمان يمكن معظمه تدريب السادة المعلمين لأن عندنا جهات كتير مشتركة معنا في تدريب السادة المعلمين والقادرين كمان سواء مدير المدرسة أو وكيل المدرسة لسه هو جاته ده قرد ده هتدفع للناسة ما قالت منحة فإحنا واخدين هداية لا لا ده قرد وهتدفع أنا شخصيا تصورت منحة بالضبط لا لا والدولة مسؤولة هتدفع القرد ده طبعا بالإضافة لأن المصرفات دي كل مدرسة هتصرف على 3 مدرسة حكومية جنبيه من اي يعني من إرادة المصرفات بتاعتها على المدرسة اليابانية زي كان المبالغ مش هتكفي ما أنا هاخد جزء منها هستقطع جزء منها لتطوير 3 مدرسة جنبيها مدرسة حكومية ده شغالين عليها يعني طبعا ده منكم ما بيعلنش اكتلي الناس بس شغالين أقدر كم المدرسة اليابانية دي بالمصرفات دي وهي كمان مش بتنفس المدرسة الحكومية دي بتنفس المدرسة الخاصة والدولية اللي هي مصرفاتها بتعدى 10 تلاف جنيه كتير نظير الخدمة اللي بتقدم فيها طبعا 10 تلاف ما بقتش مصاريف للأسف دلوقتي في ما احنا سمعنا أرقام مرعبة